موسيقى تلات مناطق. المنطقة الأولى اللي هي الفقرات العنقية. ودول عددهم سبع فقرات تحت الجمجمة على طول. وبعديهم يجوا حاجة اسمها الفقرات الصدرية. ودول عددهم 12 فقرة. وبعدين فيه فقرات قطنية اللي هي أسفل الظهر خالص. بعد الفقرات الصدرية بيبقوا خمس فقرات. اللي هما بيلتسقوا بعد كده بعزام الحوض وعزم الأصعص. ودول اللي بينقلوا وزن الجسم بقى من منطقة النص. اللي هو فيها العمود الفقري في نص الظهر. اللي هي الحوض والقدمين. وتنزل الأعصاب من العمود الفقري عشان تحرك عضلات الحوض وعضلات السقين. فدي الفقرات الأساسية اللي ربنا خلقها للعمود الفقري. بس هي معمولة بطريقة أنها تخلي البني آدم يبقى متزن. بحيث أن الفقرات العمود الفقري بيبقى ليها كيرف خلفي. وبعد كده الفقرات الصدرية العكس. وبعد كده الفقرات القطنية العكس. وبالتالي يبقى فيه اتزان أثناء الحركة. والبني آدم ما يقعش للأدام ولا الورد. دكتور عزين نعرف عدد فقرات العمود الفقري. نحن عندنا سبعة في الفقرات العنقية واثناشر صدرية وخمسة قطنية. وبعد كده الفقرات بتاع العصعص بتبقى عبارة عن خمس فقرات ملتصقين مع بعض. فعضم واحد. فلو عدينا كده يبقى سبعة واثناشر وتسعتاشر وخمسة يبقوا أربعة وعشرين. والخمس فقرات الملتحمين مع بعض تسعة وعشرين. وعظمة العصعص الأخيرة خالص دي تبقى تلاتين. طيب دكتور عندي سؤال شخصي. أسباب الإصابة في فقر الرابعة والخمسة اللي بتبقى تحت خالص. هي أسباب الإصابة بيها بيجي يعني بتبقى تسببها؟ شوفي عشان نسهل على الناس العمود الفقري بيبقى عبارة عن زي ما تقولي قناة عصبية محاطة بعضم من كل الجوانب وجوها العصب أوكي؟ وربنا خالق من قدام غضروف عشان الفقرات تتحرك على بعض بحركة زي السوستة كده. ومن الخلف فيه أربطة عشان تحمي العمود الفقري. تمام. فعندنا الفقرات القطنية دي آخر حتة في العمود الفقري وبالتالي بتشيل وزن الجسم كله. وبالتالي الآخر فقرات هي اللي بتبقى عرضة للإصابة بالانزاغ الوضروفي اللي شايل كل وزن الجسم محمل على آخر فقرتين الرابعة والخمسة والخمسة والأولى. تمام. فدول أكتر حياتها تيجي فيهم انزاغ وضروفي. وأكتر حياتها تيبقى فيها استرس على الليجامنس أو الأربطة يعني. فيحصل فيها ضيق في القناة القطنية اللي ماشي فيها العصب. وتحتاج لنوع من أنواع الجراحات اسمه توسيع القناة العصبية. طيب دكتور دلوقتي الإصابة بالفقرات العمود الفقري هل بتتوقف على الوزن أو السمنة؟ يعني هل ناس رفيعة وعندها ألم في العمود الفقري مشارك بس يعني جزء من الأسباب إنك يبقى المريض وزنه زايد لأن ده بيزود حمل أكتر على الغضروف كل كيلو بيزيد يحمل 15 كيلو تحت أوكي فلو أنا مثلا عندي مريض قريدي عنده نزاغ غضروفي وسمين وتخين وكده لو قدر أنه يخس 10-15 كيلو على مدى شهرين مثلا ويرتاح شوية بس لقي الغضروف بدأ يرجع في مكانه لأنه الضغط اللي كان عليه بدأ يروح دوله رفيع يا دكتور وعنده نزلاغ غضروف أوكي ممكن يكون واحد رفيع وعنده ضعف جامد جدا في الأربطة بتاع العمود الفقري ومش قادر يخلي الغضروف ده يقف في مكانه أو حصل إصابة أو حادثة عربية أو وقع جامدة أو شال حاجة تقيلة ممكن يجيله طبعا نزلاغ غضروف من الشرط أن واحد رفيع ما يجيله أنا عندي ينزلاغ غضروف آه ممكن بسم الله ما شاء الله كونك رفيع يبقى عندك فرصة 80% إنك تخفي أوكي 80% يعني من كل 10 عينين 8 يخفوا واتنين هما اللي يحتاجوا أي تدخلات فرصة كبيرة إيه التمارين الرياضية اللي ممكن تمارس عشان نعالج الالتاف في الغضروف أهم حاجة الأول إنه الغضروف يرجع مكانه وعشان يرجع مكانه لازم نرتاح الأول أوكي من مارسش أي نوع من أنواع التمارين في الفترة اللي فيها نزلاغ غضروفي حد عشان ندي فرصة إن الغضروف يبدأ يرجع في مكانه والغضروف ده عبارة عن كيس نايلون جواه جيلي الكيس ده بيتشقق ويطلع الجيلي اللي جواه برا أوكي فإحنا عايزين الجيلي ده يرجع مكانه تاني والكيس ده يرجع يلحم عليه مرة تانية فلازم ما تضغطيش عليه يعني ما تحمليش عليه وزن عشان الجيلي ده ما يطلعش زيادة فلازم ترتاحي الأول لحد ما ده يرجع في مكانه والغضروف يخف والألم يروح بعد كده نعمل بقى تمارين كتير قوي وصفها العيان وندهال ومرسومة يقدر يعملها لتقوية عضلات الضهر والأربطة بس ده ما تتعاملش في الستيج اللي هي فيها الألم في الستيج الأولى وأحسن تمارين بالمناسبة السباحة يعني السباح كل ما الواحد بيعوم المية بتبقى شايلة وزن جسمه فكل حركة بيعملها بيقوي بيها عضلات الضهر والأربطة فدي من أحسن الحاجات وأسهلها وبقى فيه نوع من أنواع العلاج الطبيعي اسمه العلاج الطبيعي المائي يعني ما عندهش وقت يروح يعوم وكده وما فيش مثلا نادي أو كذا ممكن يعمل العلاج الطبيعي المائي ده بيحسن الأمور بسرعة ويدي نتائج هيلة في وقت قليل ده اللي هو إيه العلاج المائي ده اللي هو بنحط العيان في حاجة زي سويمينج بول بحيث أن المية بتبقى شايلة وزن جسمه والحركات اللي بيعملها كتمارين حتى وهو ماشي في المية بتبقى ضد المقاومة ده فتأوي العضلات أسرع طب دكتور هالمشكلات العمود الفقري بتأسرع الأطراف؟ طبعا أكيد بصي العمود الفقري ده زي ما قلنا أنه هو حاجة في النص ربنا خلقها بحيث أن العصب يبقى اللي جاي من المخ مكمل في نص الظهر وبعد كده تطلع بقى أعصاب للأطراف يعني من الفقرات العنوقية تطلع أعصاب تدي تغزي عضلات الدراع وكمان تدي إحساس للدراع وبالتالي لو فين زراق غضروفي في الفقرات العنوقية ده خطر جدا بقى لأن ده النخاء الشوكي موجود في الحتة دي العصب لو اضغط عليه يحصل ألم وتنميل وواجع وكده بس لو اضغط على العصب أكتر السلك بتاع الحركة يتأثر في حصل ضعف في الحركة ولو اضغط على النخاء الشوكي بقى نفسه يبقى فيه مشكلة في التحكم في البول وفي التحكم في البراز وفي الانتصاب في الرجالة يعني تعمل مشاكل أكتر يعني العمود الفقر يامع بيقادي لمشاكل كتير قوي في جسم الإنسان هو العصب كله يعني أنت عندك متحكم في الإحساس متحكم في الحركة متحكم في التحكم في العضلات الإخراج والانتصاب فمشكلة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة طيب دكتور إيه هي وظيف العمود الفقري يعني فايدته في جسم الإنسان أكتر من وظيفة الوظيفة الأولى لأنه هو مخلوق عشان يوصل الأوامر من المخ للأطراف وكمان العكس أنه هو ياخد الإحساس من الأطراف السفلية والعلوية ويوصلها للمخ فأنت عشان مثلا لو واحد اتلسع بحاجة عشان يحرك دراعه لازم الإحساس ده يوصل للمخ والمخ يبعد إشارة يقول له ابعد إيدك وكده مهم جدا لحياة البنية ده لذلك ربنا خلقه جوه قناة عظمية عشان يحميه وخلق له غضريف عشان تبقى زي سستة كده فيقدر أنه هو يتحرك بدون ما يحصل إصابات خلق له نوع من أنواع الأعصاب اللي هي تمشي في ممرات خاصة بيها لحد ما توصل للعضلات اللي بتغذيها يعني العمود الفقري وظفته أساسية في البنية أدم الأساس في جسم الإنسان طيب دكتور هل التهاب العمود الفقري أو الإصابة بأمراض العمود الفقري فيه ناس بتعالجها بالخشب ده حاجة أنا سمعت عنها فكنت عايزة استفسر بيها عنها من حضرتك يعني هل دي دراسة ويعني معمولة أنها للعلاج العمود الفقري بالخشب هو ده نصب يعني تعرف فيه ناس تحب تشتغل على جهل البنية أدمين شوية أو عدم الثقافة الطبية أو ما فيش وعي طبي كفاية فأنا جاني عيان بتعالج مع الخشب دول يعني كانت في دكتور مع واحد اسمه عصايا أو أبو عصايا حاجة زي كده أبو خشب في مبابة كان فالولد كان سنه 18 سنة وعنده واجع جامد جدا في دهره وقلم في رجليه فقال له عمل لك كسيشن أو جلسة بالعصايا وهمشي وبيمشي بالعصايا دي فوق دهره وبدأ يمشي برجليه فوق دهره مهم الولد بعد الجلسة جالي مشلول تماما فبكشف عليه لقيت عنده أعراض ورم في النخاء الشوكي عملنا له أشعر برانين ماناطيسي بالسابة عنده ورم في النخاء الشوكي ضاغط على الفقرات الصدرية ده نتيجة الجلسة اللي عملنا لا خالف هو عنده المرض ده وراح يشتكي فالتاني قال له بالعصايا هخففك وابتاعه جاب له شلال كامل وعملنا له عملية والرجل رجع ماشي وبدأ يتحكم تاني في البول والبراز والأمور تحسنة فدول نصابين أكتر منهم حاجة نية خالص ولا دراسة ولا علم ولا أي حال خالص ولا بيعملها أطباء أساسا دول ناس يعني يقولك متخصص في علاج المطروف يقولك ده هي جلسة واحدة بكتير جلستين وتحفها لطبا يحيط اسمها كايرو براكتس اللي هي بقى تحريك فقرات العمود الفقري ده علم تاني خالص له ناس متخصصة زي ده كتفة العلاج الطبيعي بيعملوا نوع من أنواع شد الفقرات بتاع العمود الفقري في بعض الحالات اللي هي بيبقى نظرة في الغضروف في كونتيند أو داخل جوه الكيس ده وما تحركش براه فيقدر يعمل بعض الحركات يبعد الفقرات عن بعض فالغضروف ده يسقط في مكانه طبعا لو تعاملت من غير متخصص ممكن تؤدي الشلال كامل يعني طبعا 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 دي بتتعامل بالإيد يعني ده ده جلسة بالإيد جلسة يدوية بيعملها ده كترة الكايرو براكتس اللي هم متخصصين في فرع من فروع العلاج الطبيعي طب ما ليش الدكتور سؤال إمتى المريض يلجأ لعملية في الغضروف عملية انجلاق الغضروفي على حسب انتي لو بتكلمي يعني أسوأ حالة ممكن يوصل لها المريض مثلا إنه يلجأ إنه يعمل عملية لو في الفقرات العنقية دي ما فيش فيها هزار لازم لو فيه الأعراض موجودة نزرغ الغضروفي كبير وضغط على النخاء الشوكي وبدأ يعمل تلايف أو رشح في النخاء الشوكي وبدأ يأثر في مخارج الأعصاب والتحكم في البول لازم نجري بسرعة لازم يعمل عملية قبل ما يحصل دمور في العصب أو إنه الموضوع ما يتحسنش بعد كده الفقرات الصدرية نادراً جداً ما ييجي فيها نزرغ الغضروفي لأن هي متثبتة بالضلوع مع القفص الصدري فحركتها بسيطة جداً وتحميل وزن الجسم عليها مش قوي وبالتالي الحدوث النزرغات وضروفية فيها نادر ولكن لو حصل بيضغط على النخاء الشوكي يعمل أعراض رهيبة زي ضعف في الحركة وعدم تحكم في البول والبراز وكده فده لو حصل بيحتاج عملية بسرعة ولكنها نادرة جداً نادر حدوثها يعني نادر يعني من عمل لناشي مثلاً حالتين تلاتة في السنة قليلين جداً الفقرات القطنية هي الكتير قوي دي شايلة وزن الجسم كله وفيها حركة كتير جداً وبالتالي بتحصل كتير بالذات في آخر فقرتين الرابعة والخمسة والخمسة والأولى حظنا كويس أن النخاء الشوكي بيخلص عند الفقرة الأولى فوق ما بين الفقرة الـ 12 الصدرية والأولى وبالتالي أما بيحصل نزرغ وضروفي تحت في الرابعة والخمسة ما فيش نخاء شوكي فأنا مش خايف كطبيب مش خايف طالما في عصب بس ما ضغوط عليه والمريض بيحس واجع يبقى لسه العصب عايش وحي فكونك عندك ألم ده معنى حاجة كويسة هو وحشة للمريض إنما كويسة للدكتور آه يعني الأمور ما حصلش أتليست إن العصب تأثر أو حصل فيه دمور أو بدأ يحصل فيه مشاكل من دي فبنقول العيان أنت عندك الانزاغ غضروفي أربع درجة في الدرجة الأولى والتانية دول ما بنعمل لهمش عمليات خالص ومن كل عشر عيانين تمانية بيخفوا طبعا الدرجة التالتة والربعة بقى الدرجة الرابعة دي بيبقى لغضروف جزء منه انفجر وتقطع حتة منه ونزل في مكان غير مكانه فده مستحيل يرجع تاني لازم نعمل عمله لازم نعمل عمله لازم نعمل فلو اللي إيد في أشعة مريض عنده انزاغ غضروفي منفجر ومهاجر من مكانه إلى القناة العصبية وضغط على العصب والمريض بيصوت من الوجع وأنا عارف إنه لا يمكن هيرجع تاني يخف ده ما استرناش بقى الحد ما تحسن مضاعفات لازم أقول له تعمل عملية وتعمل عملية دلوقتي بقت بالمنذر وبقت تعد يوم وتخرج تاني يوم ونزل تنجاحها بقت فوق 98% بشكرك جدا يا دكتور لأسف فقرتنا وقتها عادة بسرعة شرفتنا ونورتنا الدكتور محمد فؤاد الدش أستاذ جراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري كل الطب الأصر العيني شكرا لك يا دكتور شرفتنا ونورتنا بشكركم مشاهدينا وشكرا على المتابع بشكل زملائي في الكنترول والستوديو وبشكركم وشوفكم على حيك شكرا لك يا دكتور